اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعرب صاحب السمو امير دولة الكويت عن تمنيات بان تحقق القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الثالثة والثلاثين التي ستعقد في العاصمة المنامة في السادس عشر من مايو المقبل خلال العام الجاري اسهاما حقيقيا في تعزيز العمل العربية المشترك وتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات وانهاء الصراعات وتحقيق السلم والامن والاستقرار لصالح الشعوب العربية اشهد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين وشدد على اهمية توسيع افاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما وتحقيق التكامل الثنائي والعزم على استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها رحب الجانبان بقيام المستثمرين وشركات الكويتية والبحرينية بتوسيع اعمالهم في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات واكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات وأشهدها بنجاح اجتماع اللجنة الامنية المشتركة بين البلدين في يوليو 2023 واعتمدان نتائج الاجتماع ووجها بتشكيل فرق عمل تنفيذية بين وزارتين الداخلية في البلدين بهدف تطوير العلاقات والشركات الاستراتيجية للحفاظ على امن واستقرار البلدين والمنطقة تداول الجانبان مسيرة التعاون الخليجي المشترك وما حققته من منجزات بارزة تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل وأكد أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها وتكثيف الجهود لاستكمال مقاومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي وبما يحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية العربية والأمن والاستقرار الإقليمي وشدد على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 و1993 الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وعلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162 كما أكد الجانبان أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ الخامس من ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادل الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقع بين الجانبين والتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعاية الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الإرشيف الوطني وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعاية الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الإرشيف الوطني من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في هذا الشأن ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية كما أكد الجانبان على أن حقل الدر يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغبورة المحاذية للمنطقة المقصومة الكويتية السعودية بما فيها حقل الدر بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفكا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما والتكيد على الربض القاطع لأي دعاءات يوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقصومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فيما يخص الشأن الإقليمي بحث الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الألاف من المدنيين العزل بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنون وتدمير المنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية نتيجة للاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال شدد الجانبان على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وطلبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القصري على الفلسطينيين في قطاع غزة والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية كما أكد الجانبان ضرورة تتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفعالية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغافية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وأكد الجانبان تصميمهما الثابت على موصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغافية للتخفيف من تبعات المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم جهود وكالة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية مؤكدين في هذا الصدد على الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 5 ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين كما ورد في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفيما يخص اليمن أكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216 معربين عن كافة الدعم للجهود الأممية والإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر أكد الجانبان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على حرية التجارة الدولية ومصالح العالم أجمعا وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأعرب حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم عن أطيب تمنياته بدوام الصحة والعافية لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الكويتي الشقيق في ظل قيادة سموه الحكيمة